موسيقى فقامة رئيس جمهوري اعقد اجتماعا مطولا مع المسؤولين بوزارة المالية وعلى مقدمتهم الوزير بهدف النظر إلى الحالة المالية وإيجاد سبل الكفيلة لضبط إيرادات الدولة موسيقى وزيرة التدريب المهني والمهنة الصغيرة تلتقي بعمال وزارتها بهدف الوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه الوزارة ووضع خطط واستراتيجات كفيلة بتحسين سير العام اشتركوا في القناة التي تمر بها البلاد من أجل تحسين الوضع المالي في البلاد عقد فقامة رئيس الجمهورية ادريس ديبي اتنو الاجتماع الشهري حول الوضع المالي في البلاد والذي ضم جميع مسؤولي المالية في البلاد وهو أول اجتماع شهري للجمهورية الرابعة وتبلورت من خلاله نقاط مهمة تنصب جلها في تحسين الوضع المالي في البلاد اللقاء طم بحضور وزير المالية والميزانية إيسا محمد عبد المحمود ومساعدين رئيس الجمهورية في الأمان العامة والمكتب المدني وبحضور عدد من المسؤولين الماليين ويهدف إلى معرفة سير المال العام للدولة وما هي الطرق الجديدة التي يمكن على الماليين في مجال المالية اتباعها في الوقت الراهن في هذا اللقاء المطول تناول رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مع مسؤول وزارة المالية والميزانية والخزينة العامة للدولة والإدارة العامة للضرائب والجمارك الحالة المالية التي تمر بها البلاد كما رقز رئيس الجمهورية على متابعة ومراقبة الدخل المالي لكل فرع من الأفرع المالية في البلاد والتدقيق في الدخل العام للمالة في الخزينة العامة للدولة وتجنب الإختلاص والتلاعب بالمال العام وتحدث رئيس الجمهورية عن مسألة دفع الضرائب وجميع المسائل التي تأيق سير عملية حجد المال العام أما المسؤولين الماليين في هذا اللقاء أثبت رقبتهما الصادقة على تكسيف الجهود من أجل القيام بالمطلوب وتدبق كل القوانين المالية من أجل تحسين الصورة العامة للحالة المالية وزير المالية والميزانية إيسى محمد عبد المحمود في نهاية اللقاء صراحة بالتالي اليوم عندما كان الرئيس الدولة إدريس دبيدنون خدمنا في المال البندسة في الصندوق على الدولة وقدرنا ندرس ونشوف كيف القروج تدخل ليس هنا وقدرنا نخدم فوقها وإننا جمع أكيب جديد والأكيب ده قدرنا نشجع عشان يخدم عشان يخير الودي الحالي إن مثل هذه الاجتماعات الشهرية التي يترأسها رئيس الجمهورية إدريس دبيدنون حول الوضع المالي في البلاد سيدفع من تحسين عملية سير الحالة المالية والاقتصادية في البلاد كما التقى فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبيدنون برؤساء الأحزاب السياسية المعارضة والمتحالفة من أجل التشاور لتكوين مكتب الإطار الوطني للحوار السياسي الحبيب حامد محمد أليات الممدودة للسلام ومشكلة البيت الشادي لا تحل إلا في البيت الشادي عبر الحوار والتشاور والتفاهم وتثبيت دعام الديمقراطية التي أصبحت ثقافة للقادة ورجال الطيف السياسي في الجاد فبعد اللقاء الأول والثاني الذي جمع فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبيدنون مع رجال الطيف السياسي المتحالف منهم والمعارض وذلك بهدف تشكيل وتكوين مكتب إطار وطني للحوار السياسي يكون بمثابة الراعي والمنظم للعملية الديمقراطية في البلاد ولكن رياح الفكر السياسي واختلاف أوجه النظر لا تترك للسفن بما لا تشتهي وهذه الأمنيات والاختلافات الأيدولوجية أو بالأحرى التسابق في سعامة الإطار لم تترك شاردة ولا واردة إلا أحصتها الأمر الذي جعل فخام الرئيس الجمهورية إدريس دبيدنون رأس الدولة ورئيس جمهورية تشات والرعي والضامن لسير العملية الديمقراطية في تشات يلتقي صباح عذا اليوم مع الطيف السياسي للمرة الثالثة ولكن في هذه المرة اتفقت تحالف الاختيار ممثلهم في الإطار الوطن للحوار السياسي والمعارضة لم تتفق وكما العادة وما يقول المسل اتفقت المعارضة بأن لا تتفق في اختيار ممثلين لها في الإطار الوطن الديمقراطي للحوار السياسي أو أن لا تتفق في كافية أداء مهام مكتب الإطار الذي ينظم العملية الديمقراطية في تشات اللقاء الثالث استمر قرابة الساعة تقريبا طلب فيه فخام الرئيس الجمهوري أدريس دابي إدنو من تحالف المعارضة الرجوع إلى القاعدة من أجل التشاور والتفاهم واختيار خمسة عشر شخصا يمصلون المعارضة في الإطار الوطن السياسي للحوار كما فعلت أحزاب التحالف وأرجح اللقاء الرابع إلى يوم غد حتى يصل التحالف والمعارضة إلى مكتب إطار وطني للحوار السياسي يضع المكايل والموازين السياسية إلى مفاهيمها الصحيحة بحيث نثمت للعالم بأن المشكلة السياسية لا تحل إلا في البيت الشادي وسياسة الميد الممدودة للسلام والصدر المفتوح للحوار لا يزال مفتوحا أمام عامة الشعب وعامة الطيف السياسي اعتمد مجلس الوزراء في الجلسة التي نعقدت الجمعة الماضية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية إدريس زبيتنو اعتمد المشروع المتعلق بالتقيير اسم المجلس العالى للإعلام بسلطة العليا للإعلام السمعي والبصري وفي هذا السياق فقد عد زميل محمد حسن آدم الورقة التالية تنفيزا لمخرجات الملتقى الوطني الشامل لإصلاح مؤسسات الدولة ومتابعة لجهود الحكومة الرامية إلى تطبيق دستور الجمهورية الرابعة لإرصاء دائم الديمقراطية فقد درس واعتمد مجلس الوزراء غير العادية الذي أقد يوم الجمعة 18 مايو الجاري مشروع الأمر الذي يتألق بتغيير اسم المجلس الأعلى للإعلام إلى السلطة العليا للإعلام والسمع البصري وعليه فإن هذه السلطة تشمل مراقبة وتنظيم عمل وسائل الإعلام العام والخاصة الإزاءة والتلفزيون والصحف المقرؤة والإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي هذا ما أكده رئيس المجلس الأعلى للإعلام ديادوني جونبايا مضيفا بأن هذه المؤسسة الجديدة سترفع التهديات العالقة أمام ترقية وتطور قطاع الإعلام بالبلاد وكذا الهجرة إلى الرقمية مع الالتزام بأخلاقية المهنة والموضوعية في معالجة وبس البرامج الإزاعية والتلفزيونية ونشر أعمدة الرأي والمقالات في الصحف والمجلات كما أن هناك إجراءات قانونية للمراقبة وكذا ملاحقة الصحفيين المخالفين لأخلاقيات المهنة قانونيا وفيما يتعلق بصحفة الإلكترونية فقد تحدث مدير صحيفة شات إنفو.com قائلنا للتزكير فإن السلطة العليا للإعلام والسمع البصري تؤد من المؤسسات الكبرى بالجمهورية وهي الجهة المكلفة بتنظيم ومراقبة وسائل الإعلام لتفئيل دور السلطة الرابعة وبسط هرية التعبير التي ينص عليها الدستور في زل الجمهورية الرابعة انتلقت وزيرة تدريب المهني والمهن الصغيرة تيدي بيريت انتلقت بالأعملين بالوزارة وذلك بهدف الوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه الوزارة ووضع خطط استراتيجات كفيلة بالتحسين العمل عيشة أحمد دكين التعرف على الهيكل العام للكادر البشري الذي تضمه إدارة وزارة التدريب المهني والمهن الصغيرة لتوهيد الرعى داخل إطار العمل هو مدعاة هذا اللقاء التنويري الأول الذي جمع الوزيرة ريت دبي مع عمال الوزارة ذلك بغرض التعرف عليهم وعلى مجال كل عمل لكل فرد في الوزارة حيث عشارت الوزيرة في هذا اللقاء إلى أهمية روح التفاني في العمل والتكاتف سويا وضرورة الاحترام المتبادل فيما بين الإداريين لتسيير مهام وإبراس دور الوزارة لأن الشاب ينتظر منهم الكثير خاصة في التعامل مع الشرائح الضعيفة كالمعاقين والنساء وحملة الشهادات الجامعية مثل هذه اللقاءات تسهم في التجاوى والتفاهم فيما بين العاملين في كل مجتمع من أجل تحقيق الهدف المنشود قدم اليوم وزير البيئة والمياه والصيد صديق عبد الكريم حقار قدم بيان صحفيا بمكتبه بمناسبة اليوم الدولي للتنوع البيئي الذي احتفل به يوم غد الثلاثة نتابع بيان الوزير في ميكروفون زميل محمود مسلفي بكرة سنحتفل عام 25 عام للحماية البيئة حماية الحياة وده يعني مناسبة عشان الشعب يكون واعي بمهمة عن البيئة ومهمة عن الحيوانات بدون الحيوانات ما فيش حياة البيئة ده مهم بدون البيئة ما فيش حياة عشان ده كل الدول حول العالم يحتفل هذا اليوم وشات من دونه وتبعا تعرفوه فقامة الرئيس إدريس دبيتنو هو واحد من الرؤساء يعمل في هماية البيئة في ده كانت شالت قرارات كتير عشان يحامل البيئة هاجات كتير يعني قاعد يكون للبيئة ولكن بس لسه البيئة قاعد في خطر عشان في ناس لسه ما فهموا الموضوع قاعدين يقتلوا في الفيل يقتلوا في الغزال ويقتل أشجار بملايين وعشان ده عنينا عملنا لهم نيدا وقلنا لهم قال لي يخطوا بالهم شغل ده مهم مرة وهايت عشان يخص حياتنا لنا كلنا نظم التالي يوم سلطة حوض الناجر دورة تدريبية حول جمع المعطيات والبيانات الخاصة بحوض الناجر عبر القمر الصناعي المناسبة جرد بفندق حيلتون وترأس عملها المدير العام للمياه الجوفية مستجي تشاو ممثلا لوزير البيئة والمياه والصيد حارون أباد حوض الناجر هو من أهم مصادر المياه في وسط وغرب إفريقيا ومن أجل الاستفادة القصوى من هذا المورد فقد أسست سلطة حوض الناجر والتي تضم تسعة دول إفريقية وهي بنين وسحل العج ومالي وبوركينفاسو والناجر ونيجريا وغينيا والكاميرون والشات وذلك للقيام بعمل مشترك من أجل الاستفادة القصوى من الموارد التي يسخر بها هذا الحوض ومع التقدم المتسارع للتكنولوجيا فإن الخبراء في سلطة حوض الناجر بادروا بوضع خطة عمل من أجل تطوير عملية الجمع ورصد المعطيات والبيانات الخاصة بحوض الناجر ولتنفيذ هذه الخطة الهامة عمليا نظمت هذه الورشة التدريبية على المستوى الوطني لصالح مستخدمي جمع البيانات الانتاجية والمعلومات المناخية عبر القمر الصناعي في حوض الناجر السيطة الأول للناس يقولون من المعطيات من الحوض الناجر يقولونها كبس بكتبوها كبس بجوبوها حسنا نعملوها بقمر الصناعي يعني الواحد ما يقود يمشي في الميدان هناك قبل يشيل المعطيات من هنا بس بالساتليت بسيقدر يشيفه ويشيل المعطيات ده نقدروا المعطيات ده نقدروا هنا نتراتي وبهذا المعطيات ده نقدروا تولي نعرفه القيمة عن الفيضانات وكل شيء كل الدول التسعة الدول قاعدين نحوض الناجر كل الفرماسيون ده يعني سوه هناك واننا كل حسنا ده نجافيشات فده نسان قاعدين نستفيد من الأشياء واناك ده حصل وماشاء الله جابة يعني نتائج موجبة إن تكنولوجيا مراقبة حوض الناجر تسمح بمتابعة وتقييم مؤشر نمو المحاصيل في الزمن الفعلي وتتبع الحركات الإيجابية والسلبية وإدراك الكوارث في الوقت المناسب وجريان المياه افتتح الورشة رسميا المدير العام للمياه الجوفية موسى تيتشاوو ممثلا لوزير البيئة والمياه والسيط والذي أشار إلى أن هذه الورشة هي مكملة لأعمال ملتقى نيامي الذي عقد مؤخرا وأكد التزام الحكومة تشادية بتطبيق كل المطالب والتوصيات المتعلقة بهذا الشأن وأشاد بهذه الخطوات العملية والجادة بحيث تكمن الميزة المهمة في هذه التكنولوجيا في ضبط المناطق وأحوالها بالحوط وتفسيرها في خريطة تفاعلية يمكن للمستخدمين قراءتها وفرض توقعات للأحداث المحتملة وكيفية معالجتها والسيطرة عليها نظمت غرفة النساء الرائدات بشات ورش تدريبية للصالح النساء العاملات في مجالات تحويل المواد الاستهلاكية لا يقدمنا من أقاليم البلاد المختلفة وذلك بغرض تقوية كفاءاتهن وقدراتهن في مجال إدارة تسيير المؤسسات الحرفية والتجارية محمد حسنات بهدفي تقوية كفاءات النساء العاملات في مجال تحويل المواد والمنطوجات الاستهلاكية في مجال الإدارة الرشيدة للمؤسسات الاقتصادية وكيفية الحصول على الدعم المالي وحجد الموارد المالية اللازمة جاء تنظيم هذه الورشة التدريبية من قبل غرفة النساء الرائدات بشاد وذلك مواصلة لأنشطاتها الرامية إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية رئيسة غرفة النساء الرائدات بشاد شمس الهدى أباكر كدادي في كلمتها بهذه المناسبة أشارت إلى أهمية هذه الورشة في تعزيز عمل النساء العاملات في مجال صناعة وتحويل المواد الغزائية والاستهلاكية وأليه طلبت من المشاركات الاستفادة من خبرات ومآرف المدربين وتطبيقها في أعمالهن المستقبلية بغية تطوير وترقية هذا القطاع من عجل توفير المواد الاستهلاكية المهلية للسكان هذا ونشير إلى أن هذه الورشة التدريبية جمعة النساء اللائي يمثل المؤسسات التجارية والحرفية بمختلف أقاليم البلاد والعاصمة أنجمين نظم مكتب الهيئة الوطنية لتطوير قطاع العمل بإقليم السلامات دورة تدريبية لصالح عدد من الباحثين عن العمل حول كيفية تأسيس مشاريع صغيرة المناسبة رأساء الأمير العام لإقليم السلامات أدام حسن المكهر قرابة مئة باحث عن العمل استقطبتم الدورة التدريبية للهيئة الوطنية لتطوير قطاع العمل بمدينة أموتيمان وذلك بهدف إيجاد فرص عمل للشباب بخلق مشاريع ابتكارات لعمال صغيرة تدعمها الهيئة الوطنية لتطوير قطاع العمل هذا ما أكده رئيس مكتب الهيئة بإقليم السلامات عبد الكريم حسن الذي ذكر هؤلاء المستفيدين بأن المشاريع التي سيقدمونها ستساعدهم في حل أزمة البطالة وتسعى إلى تعزيز خلق فرص العمل وفق رؤى واستراتيجية الرئيس الجمهورية مفيدا بأن هذه العملية تساعد في تحقيق اللامركزية بالعمل إلى جانب دعمها للاقتصاد الوطني الأمين العام لإقليم السلامات مختار إنجرتات بلبي خلال الدورة قال أن المناسبة جاءت في الوقت المناسب لتضع بصمة التكوين المهني استجابة لميادين العمل في الجمهورية الرابعة داعينا المشاركين للاستفادة القصوى من هذه الدورة في سبيل الحصول على دعم وتمويل من قبل أصحاب المشاريع الكبرى والتجار قام المكتب الفرعي للمنظمة الألمانية للتنمية بإقليم السلامات بتقديم معدات تقدر بأكثر من 33 مليون فرانك سفا لبعض المنظمات والمؤسسات الحكومية وتدخل هذه المساعدة في إطار دعم مشروع التنمية والتعاوج السلمي بإقليم السلامات في كلمته مماثل المنظمة الألمانية للتنمية جيكولوم دينجان باي أكد بأن منظمته تقف دائما بجانب الحكومة وذلك بغرض توفير بعض الأجهزة الضرورية الأمين العام لإقليم السلامات مختارا جارتات تومبل باي أشاد بهذه المبادرة ومقدما شكره للإدارة لهذه البادرة ومناشدا المنظمات الأخرى حذ هذا الطريق الذي يمكن عن طريقه تحقيق العديد من البرامج في الإقليم سياسيا نصب الرئيس الوطني لحزب التجمع الوطني من أجل الديمقراطية والتقدم الاردبي محمد الله طاهر نصب عضاء المكتب الفرعي للحزب مدينة دوبا عاصمة إقليم لوجون الشرقي خليل حسن صالح استعدادا للانتخابات المحلية والتشريعية شرع حزب التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم بحشت مناضليه وإعادة تثبيت مكاتبه الإقليمية من أجل رفع التحديات التي تنتظر الحزب في المستقبل وتعد جولة الرئيس الوطني للحزب التي حطت بمدينة دوبا تأكيدا لهذه العزيمة وفي مدينة دوبا حاضرة إقليم لوجون الشرقي نصب الرئيس الوطني محمد الله طاهر رسميا أعضاء المكتب الفرعي والمنسقية الوطنية للشباب ومنسقية المرأة وذلك لأهمية المكاتب الفرعية ودورها في تسيير الحملات الانتخابية بالأقالم وطلب رئيس المكتب الفرعي حشد المناضلين ومساندتهم للحزب في حملاته المقبلة محمد الله طاهر الرئيس الوطني للحزب قال إن حزبهم هو حزب لكل الطبقات لم يختصر فقط على القيادات والمسؤولين مؤكدا إصرارهم في المكتب التنفيذي لاحترام وتطبيق الفلسفة التي وضعها الرئيس المؤسس للحزب لول محمد شواء وأضاف أن الحزب يسعي لرفع عدد نواب إلى ضعفين في الانتخابات القادمة وإن وقوف مناضلي الحزب في داخل البلاد وخارجها يعطي دفعة قوية لتحقيق متطلبات الجمهورية الرابعة التي ينتظرها الشعب الشادي آملا منها الكثير والكثير أطلق اليوم عمدة الدائرة الثالثة سامي ميشو ميشيل فعاليات الحملة التوعية والإخبارية التي نظمها تحالف منظمات المجتمع المدني حول مخرجات المنتدى الوطني الشامل حسن جيد دولار تنوير سكان بلدية الدائرة الثالثة بمفهوم الجمهورية الرابعة هو مفاد رسالة تحالف منظمات المجتمع المدني من أجل دعم مكتسبات المنتدى الوطني الشامل عبر أهزي الحملة التوعية والإخبارية فعقب الدائرتين الأولى والثانية لمدينة أنجمينة حطط الحملة رحالها بالدائرة الثالثة إن مسؤولية التطبيق الفعلي لمخرجات ومكتسبات المنطقة الوطني الشامل هي مسؤولية كل مواطن مؤمن بالدستور وبرامج الجمهورية الرابعة من أجل هدف من أجل خلق تشادي جديدة وأفكار جديدة ومجتمع تشادي سايد لذلك فإننا نطلب من مواطني الدائرة الثالثة فزل كل ما بوسعهم لدعم مكتسبات المنطقة الوطن الشامل وفهم وتطبيق برامج الجمهورية الرابعة حتى نستطيع الوخوف أمام كل التحديات التي تواجه التطور الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا الحبيبة رسالة أشاد بها عمدة بلدية الدائرة الثالثة سامي ميشو ميشيل الذي ذكر الحضور بالمنتدى الوطني الشامل وما تمخض منه مشيرا إلى أن الجمهورية الرابعة التي نحن في صدادها الآن قد جاء ميلادها من ثنايا هذا المنتدى ولكي تصل رسالة التحالف إلى جميع سكان الدائرة طلب العمدة من جميع رؤساء الحرات والمربعات البدء في عملية التوعية لتفحيم الجميع بمعنى هذه الجمهورية قامت السلطات الإدارية بمحافظة مورشا بإقليم أندي الشرق بمصادرة كمية كبيرة من المواد القذائية المنتهية الصلاحية ومن ثم قامت السلطات بحرقها بحضور المحافظة جدي ودي أونكو محمد سعين أبزين عندما يستولي الجشع على التاجر سيلحق الضرر بالمواطن مكافهة لهذه الأضرار وسعيا لوضع حد لها كوبينة لجنة مشتركة بمحافظة مورشا بإقيادة وردقو عبد الكريم تولي وذلك بحدث مراقبة المواد المنتهية الصلاحية بالسوق المحلي في الفترة الممتدة من التاسع وحتى السابع عشر من شهر ماي الجاري فالحصيلة الإجمالية أربعة ملايين فرانك سيفا قيمة للمواد التي تمت مصادرتها محافظ محافظة مورشا جدي ودي أونكو شكر البعث على ما قدمته من جهود في سبيل مكافهة العفة الدرة التي ضربت بالسوق محذرا التجار من تكرار ذلك مؤكدا على الملاحكة القانونية حالما يتكرر ذلك موجها خطابه للعمدة على العمل من أجل المتابعة ومراكبة السوق باستمرار للمحافظة عليه من المواد المنتهية الصلاحية كلمات وجدت أذن ساقية من عمدة المدينة الذي أكد هو الآخر على ضرورة المواصلة في مراكبة السوق مجددا التأكيد أن شهر مايو سيكون الشهر الدوري لمراكبة السوق وملاحكة كل من يضمر السوق بتوفير التجارة المنتهية الصلاحية لتحرك البضاعة بعدها أمام الحضور إذانا لانطلاق فجر جديد خال من البضاعة المنتهية الصلاحية بالسوق قدم المندوب الإقليمي لوزارة المرأة والشؤون الاجتماعي وتضامن الوطن والأسرة بوادي فيرة نورين عبد العزيز قدم شهادات تقديرية للمتفوقين برياض الأطفال بمدينة بلتن محمد صالح أبكر تزامنا مع نحاية العام الدراسي للعام الجاري نظمت إدارة روضة الأطفال بالمركز الاجتماعي لمدينة بلتن حفلا لتكريم الأطفال الأوائل من جهة وترسيخ روحي وثقافة الامتياز موز الروضة من جهة أخرى وفي حديثها بهذا الصدد المدرسة بالروضة السيدة نيكولا نيلوم رحبت بأولياء الأمور الذين لبوا الدعوة موضحتان أن الأطفال بروضتها يتمتعون بزكاء فائق رغم المعدات التربوية المحدودة مناشدة أولياء الأمور إلى إرسال الأطفال إلى الروضة لأنها تؤهلهم وتعدهم قبل الدخول إلى المرحلة الابتدائية للتعليم النظمي المندوب الإقليمي لوزارة المرأة والأسرة والتدامن الوطني بوادي فيرة نورين عبد العزيز أوضح في هديثه أن الروضة تعمل فقط بجهود المندوبية وأباء الأطفال ولا تيد أي دعم من أي جهة وعليه يدء المندوب الوزارة المعنية وزوي الأياض البيضاء إلى تخدم الدعم والأون لهذه الروضة العامة لتكوين الأطفال وفي أثناء الحفلة قدم الأطفال مسرحيات كوميدية وألعاب وأنشيد مما جعلت ذلك بعد العباء أن يعربوا أمدى امتنانهم وعرفانهم لما تقدمه الروضة للأطفال زواخات شهد الحفل أيضا تقديم مشاهدات تقديرية للأطفال بالروضة الممتازين تكريما لهم وبحضور أوليائهم قدم اليوم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عبر مؤسسة القلب الكبير قدم مواد قذائية لإتحاد الأرامل والأيتام ولجمعية جنود الشاديين من أجل السلام تقرير ابتسام موسى أبد الله وقراءة منا حسن سكايا بمبادرة كريمة من مؤسسة القلب الكبير جاءت تقديم مساعدات إنسانية تتمثل من مواد غزائية لصالح جمعية اتحاد الأرامل والأيتام الجنود الشاديون من أجل السلام في شاد وذلك عبر المجلس العالى لشؤون الإسلامية هذه المؤسسة قدمت الكثير وخاصة للأسرة الفقيرة المحتاجة واليوم نعنو خير دليل وخير شاهد لتقديم المساعدة لاتحاد الأرامل والأيتام للجنود التشاديين من أجل السلام أما رئيسة اتحاد الأرامل والأيتام لجنود الشاديين حج خديجة هميشي عبرت أن فرحتها وقدمت الشكر للمؤسسة على هذه اللفتة الإنسانية وللتذكير فإن مؤسسة القلب الكبير وعلى رأسها سيدة البلاد الأولى حندد بإثنون منذ تأسيسها إلى يومنا هذا فإنها تعمل على إتقال الفرح والسرور في قلوب الدعفاء والمساكين نظم الطلاب تنوية القلب المقدس معرضا ثقافيا حول كيفية اختيار مهنة المستقبل وكان تحت شعار الرغبة في الهوية واختيار المهنة وفي هذا الشأن قام اليوم فريق من التلفزيون بجولة داخل المعرض وكان برفقتهم سمين عباس بكر مصطفى الذي وافان بالتقرير التالي الدورة التاسعة لملتقى المهني للطلاب لاختيار المسار المهني في المستقبل حيث جاءت هذه المرة تحت عنوان الرغبة في هوية وخيار المهني وبعد زيارة مختلف أجنهة المعرض قدم المهندس محمد يمني توضيحات للشباب الذين قاموا بزيارة إلى المعرض الطلاب المبدعين من جانبهم فقد حدد البعض مسيرته المهنية الأول منذ الدورة الثامنة فإن ملتقى المهني فتح الفرصة للشباب مما أعطاه ميزة خاصة عن سابقته يعد هذا الملتقى بمبادرة من طلاب ثنوية سكراكير الأهلية ويعتبر منبرا لتبادل الآراء والأفكار بين الطلاب مع مسؤولي المؤسسات بالبلاد وخلال التبادل سيسمح للطلاب اختيار الأمثل للعمل المهني منذ صغر أعلن مساء أمس عمدة دائرة السادسة فعاليات الإسبوع الثقافي لشباب الكنيسة البروستنتانية وذلك لمناقشة مختلف القضايا الدينية والثقافية والعلمية أبضل هارون بمشاركة عداد كبيرة من أدباع الديانة المسيحية جاء حفل الافتتاح الرسمي للأسبوع الثقافي لشباب الكنيسة البروستنتية في دورتهم الثالثة وبحاز الصدد قدم رئيس اللجنة المنظمة كلمة حن أفيح المشاركين باستجابة حمل الدعوة مبين أحمية الأسبوع وما تداول خلاله من الأنشطة الثقافية والدينية المنسق العام للكنيسة البروستنتية دينجانباو قال إن الحدف الأساسي لإفتتاح الأسبوع هو مناقشة قضايا الشباب وتحمل المسعولية تجاه الديانة المسيحية في المستقبل عمضة بلدية الدائرة السادسة قدم الشكر إلى قادة الديانة المسيحية لتنظيمهم لحاز العسبوع الثقافي وحزت الشباب بضرورة التمسك بالمبادئ الدينية والأساليب الحميدة التي تنادي بالسلام والتسامه كما تداخل القساوسة بكلمة وجه فيها بالرسالة الربانية ونشر المعارف العلمية في أوصات الشباب لعجل معرفة الأصول للديانة المسيحية التي تدعو إلى القير والمحبة بين فعات المجتمع رياضيا نجرت بملعب فليكس إبوي لكرة السلة عملية اختيار خمسة من الشباب من قبل المدير الفني للساحل وسيتم تدريب وتأهيل هؤلاء الشباب في المجالات المختلفة لكرة السلة عبدالله باس مرة أخرى تحت إشراف كل من المدير الفني والمدير العام للساحل لكرة السلة عملية اكتشاف مهارات ومواهب الشباب الناشئين في مجال كرة السلة وتدريب ثمانية عشر مدربا شاديا في مجال فنون كرة السلة وفقا لمتطلبات الفدرالية الوطنية لكرة السلة الأمريكية MBI عبر الساحل لكرة السلة بشأن استقطاب خمسة لاعبي كرة السلة الشادية من بين ثمانين وعشرين لاعبا وناشئا في مجال كرة السلة عقب إجراء خمسة سلسلة من المباريات والتدقيق الأمثل في عملية الاختيار تم اختيار خمسة منهم وعلى لسان مديرة الساحل لكرة السلة أكدت بأن رؤيتها نحو البلاد قد تحقق أما المديرة العامة للرياضة أبانت بأن الوزارة ستقف إلى جانب الفدرالية لبلوغ أهدافها المرسومة في تأهيل الشباب وتكوين منتخب وطني لكرة السلة تقرير زويل عباسة بكر مصطفى انتهت الأخبار ونشكركم على المتاوعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة